وكل هذا يفتح لنا باب في تعظيم هذا الدين وشرف هذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وأن له مدى معين يكتبه لعباده في نصرهم ويكتب مدى لعباده من الكفار في طغيانهم ولكل شيء أجل ولكل أجل كتاب فهذا يشير في هذا الأمر أن عيسى بعد أن يجهز نفسه للخروج إلى مقاتلة الدجال في أرض فلسطين يدركه في موطن معين يسمى باب اللد وهو معروف الآن قريب من ما يتسمى بتل أبيب هذه مواطن لما نقراها جغرافيا اليوم نجد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الحقيقة ترجمة نانسي قنقر